بس خلونا أسألكوا سؤال إجابة صريحة كده وقت اسمعي مهرجنات يا دكتور ساعات بسمعها بحكم الإزاعة في بعض الإزاعة اللي بتقدم أغاني شعبية بتقدم بقى لكن ما تروحيش برجليكي لا ما روحش لها طيب مايستو جد بأمانة سمعت شعبي؟ لا سمعت عذر المهرجنات؟ أه اسمعت طبعا بتسمع مهرجنات؟ لازم عشان عارف الدنيا مش إزاي أنا الحقيقة قابلة الفاصل يمكن بحضر مع ديوفي الكرام بقول لهم بعد رائعة عين في بحر الغدر كلنا يعني اتغيرنا ووصلنا لمرحلة المهرجنات بتصنفوا عين في بحر الغدر لأن كلمتها على فكرة بغض النظر عن الهزار بس هي كلمتها مختلفة أنا ما أسمع أنا أتكلم عن نفسي ما أسمع الأغنية بتاعت عين في بحر الغدر مش هقول عليها مهرجان هقول عليها أغنية لأنها أغنية مقامية من أولها لآخرها فيها غنى فيها غنى ما ينفعش تبقى أسمعي مهرجان لأن دي أغنية فيها غنى أما تيجي تسمعي الأغنية بتاعت عين في بحر الغدر وتيجي تسمعي بقى بقية اللي احنا بنقول عليهم مش عايزة أقول أسمعي بقى اللي هو الدنيا عاملة إزاي لأ تسمعي هنا مفيش غنى خالص ودوشة ومزيكة وراه هو ما بيغنيش فهو صوته على الأوتوتيون عمال يطلع وينزل وخلاص على كده اللي حريك بتقوله ده حقيقي جدا لأن احنا لما استضفنا فنانين صوتهم في طربي غنوا أغنية عايم في بحر الغدر بطريقتهم وطلعت مزبوطة وده حقيقية رأي حضرتك إيه في الموضوع ده يا دكتور بسي هو أنا لوجه نظر أن حتى لو أغنية ما فيهاش جير أربع نجمات فده بيعتبر جنس جنس تمام تمام فيعني إذن جزء من مقام فما فيش حاجة أسمعه أن حد بيجني في المقام بس هو بيجني في أربع نجمات ولا 8 نجمات ولا 11 نجمات العين في بحر الجد ممكن عدد النجمات اللي فيها واسعة شوية فقدت إحساس بأن يعني الولد بيعرف يغني أو كده بس برضو هي تيمة واحدة بتتكرر أنا قصدي أنها في جملة وإلى جانب أن نوع الموسيقى المساحب للغنى هو اللي بيحدد أنها أغنية مهرجانات يعني مفيش ألات لايف يعني الموضوع كله كمبيوترايزد كله خارج من الكمبيوتر أنا قصدي كده ده فعلا التصنيف لأغاني المهرجانات طبعا ما بيستردموش هم ألات لايف خالص وعلى فكرة جزء من انتشار أغاني المهرجانات هو الكمبيوتر والإنترنت السوشيال ميديا آه السوشيال ميديا كلها وهم اللي خلوهم يصنعوا الأغنية البرامج اللي بيخرجوا منها الأصوات الموسيقية اللي هو الأسد والأوتو تيون وخلاص على كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر